السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. تابعيني القرام. تابعي قناة من اخر خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب التصفيات المواهلة لامم افريقيا عشرين تلاتة وعشرين. اولا هتتلعب في عشرين وربعة وعشرين بازن الله تعالى. هتكون في ساحل عاقف كود فور بازن الله تعالى. تابعيني القرام اليوم اليوم السلساء تمانية وعشرين تلاتة الفين تلاتة وعشرين. كان عندنا اكتر من المباراة. او خلينا نتعرف على بداية الجولة الرابعة. يوم الاحد الموافق ستة عشرين تلاتة الفين تلاتة عشرين. الوسطة خسرت من زنبيا صفر اتنين وسوتون برنسيب. خسرت من سيراليون صفر اتنين. امس الاسنين سبعة عشرين تلاتة الفين تلاتة وعشرين. جنوب السودان خسرت من الكنغو صفر واحد. افريقيا الوسطة فازت على مدغشكر اتنين صفر. غينيا بيساو خسرت من نيجيريا صفر واحد. انجولا عدلات امام غانا واحد واحد. النايجر خسرت من الجزائر صفر واحد. اسيوبيا خسرت من غينيا اتنين ثلاثة. السودان فازت على الجابون واحد صفر. اما اليوم السلساء تمانية وعشرين ثلاثة مارس الفين ثلاثة وعشرين. اه مباراة زنبابو جنوب افريقيا زي ما احنا اتفقنا ان زنبابو تم استبعادها من كبل الفيفا. ناميبيا امام كنيا تم استبعادها من كبل الفيفا. طيب بوتسوانا خسرت من غينيا استوائية اتنين ثلاثة. زي ما اتفقنا مش اقول غير الهدفين اللي هم المشهورين للدول العربية مسلا يعني. السودان خسرت ان الرأس الاخدر صفر واحد احرزها في مسلا الرأس الاخدر ريان من ديس في ديس تاو خمسين. ناميبيا فازت على الكاميرون اتنين واحد. كان في واحد كتاب لي في التعليقات ان ممكن ناميبيا تفوز فرصتها زي الكاميرون. انا اسف لحضرتك وفعلا عندك حق. الكاميرون ما من ناميبيا وبروندي. ولسه مبارات الكاميرون هتكون على ملعبها فبالتالي ممكن تفوز. واضح ان حضرتك عندك حق لازم ننتظر للاخر ونعتمد على النتائج وليس على اداء المنتخبات. ناميبيا فازت على الكاميرون اتنين واحد احرز هدف ناميبيا بيتر تشيلول طبعا مشهور الراجل ده بيلعب في سانداونز للجنب افريكي. سجل هدف في الاهل يعني الحمد لله على كل حالة. آآ ناميبيا الهدف تسجل في خمسة وخمسين هدف السنة عن طريق الاول لعب ده في ديئة 79. هدف الكاميرون عن طريق فينسنت او بكر في ديئة 91. ملاوة خسرت من منتخب مصر صفر اربعة احرز هدف منتخب مصر. المباركة انت الساعة ثلاثة عصرة بتوقيت مصر طبعا انك في في ملاوة. الهدف سجلها طارق حمد من السيست من النجم من مصر محمد صلاح طبعا كلهم من لجوم مصر طبعا. طرق احمد سجل هدف في ديئة اربعة. بعد كده عمر مرموش سجل هدف السنة في ديئة 16. محمد صلاح سجل هدف السلس في ديئة عشرين واحمد سيزو في ديئة 49 سجل الهدف الرابع. غنبيا فز على مالي واحد صفر احرز هدف غنبيا. عمر في ديئة 79. لايباريا خسرت من جنوب افريقيا واحد اثنين. وعندنا اه يعني مش لازم. مصنبيك خسرت من السنغال سفر واحد احرز دي في السنغال. بولاي ديا في الديئة 18. تنزانيا خسرت من اوغندا سفر واحد. وعندنا جزر الكمر خسرت من ساحل العجا او كودوفار سفر اثنين احرز دي الهدفين. سانجاري في الديئة ستا تلاتين. وطبعا فرانك سيينج من نادي برشلونة في الديئة 58 سجل الهدف الساني. توجو تعدالة امام بوركينة فاس واحد واحد احرز دي في توجو. لابا كودجو فو دو في الديئة ستا عشر الرجل ده بيلعب في العين الاماراتي. على ما تذكر هو في الدور الاماراتي. بس تقريبا في العين بقى في العين اقام. تصدر الدور على الفكرة هناك. هدف بروكينة فاس عن طريق تنغوطارة في الديئة 12. ليبيا خسرت من تونس صفر واحد. احرز ده في منتخب تونس. هيسم جويني في الديئة ستا عشر. طبعا في مرابطة تلعب دلوقتي حاليا بين موريتانيا وجمهورية الكونغون تلعبت متأخر شوية. وهي تلعبت في موريتانيا الساعة اتناشر قبل ومنتصف الليل. اتناشر في موريتانيا قبل ومنتصف الليل معناها. هما قابلنا يعني على الساعة عشر عندنا كده. اه يعني تقريبا الساعة عشر مساء عندنا في مصر. فما قصدي يعني قصدي عندنا احنا اتناشر فهي عندهم عشرة. ايوة كده صح. عندنا احنا اتناشر واحنا بعدهم بساعتين. يعني الامبارات لعبت في مورتانيا ساعة عشر مساء وقت مناسب بالنسبة لدولة عربية بعد الفطار فبالتالي اه اتلعبت في معاعد مناسب ولكن احنا عندنا الساعة عدة اتناشر فبالتالي اليوم اتحسب تبع الاربعاء حتى الام مورتانيا خسران الامبارية الكونغو صفر واحد وننكلم على الماتش ده غدا بازن الله تعالى مع ماتش رواندا امام بنين اه وساعتها يكون الجولة الرابعة خلص بازن الله تعالى وبعد كده بقى الجولة المجموعة ايه تضم نايجيريا المركز الاول تسع نقاط غنية بيساو المركز الثاني سبع نقاط سيرليون المركز الثالث خمس نقاط ساوتوم برنسيب المركز الرابع الاخير بنقطة المجموعة بي التانية تضم بوركي نفس المركز الاول عشر نقاط تأهلت رسميا الى كأس الامم الافريقية تأهلت رسميا بركي نفسه الى كأس الامم الافريقية الفين اربع و عشرين في ساحة الاعجاء اقود دفار لان توجو اسواتيني حتى لو كسب الخام이라는 يبقى انه ا loversっとميم وآسش يحب им 7 نقاط توجو المركز الثالث نقطتين والاسواتين المركز الثالث مقرر ب Kraft Ты المجموعة صفحة التالتة تضم ناميبيا المركز الاول خمس نقاط الكاميرون المركز الثانى 4 نقاط برندي المركز الثالث نقطة واكينية المركز نميبيا لعبة المباريات الخاصة بها لانها لعبة مع الكاميرون ولعبة مع بروندي لعبة ثلاثة مباريات مشكلة أول لعبة ثلاثة كلمة متبكية ثلاثة تي خالط على الفكرة لعبة ثلاثة متبكية مباراة نميبيا لعبة ثلاثة متبكية مباراة مباراة بروندي لعبة اتنين متبكية اتنين طبعا عشان كينيا تم استبعادها المجموعة دي الرابعة تضمن منتخب مصر المركز الاول تسع نقاط غني المركز الثاني التسع نقاط بص هما الاثنين بالنسبة الكبيرة تأهلوا يعني بالنسبة الكبيرة جدا ليه ان اسيوبيا وملاوي حتى لو كذبوا الماتشين الاخر يبقى عندهم تسع نقاط ولكن فارق الاهداف هي كل صالح مصر وغنية اللي اذا بقى سيبقى كسبة سبعة عشان توصل على حساب مصر او ملاوه كسبة كام ملاوه يعني ستة و ست تسعة عشان تلحق غنية بس مش تلحق نحن يعني ان شاء الله بنسبة كبيرة بص يعني دخلنا اوش اقول بنسبة مية في المية عشان هو برضو اللي فاضل ما يقولش ان هم هيتأهلوا ولكن بص بنسبة يعني تسعين في المية مصر وغنية هتأهلوا الى كأس الامم الافريقية الفين اربعة وعشرين هيكون في ساحل العائقة مع بركين افصوا حتى الان المجموعة اي الخامسة تضم غيانا المركز الاول سمان نقاط افريقيا الوسطى المركز الثاني سبع نقاط انجولا المركز الثالث خمس نقاط ومنتغشكر مركز رابع والاخير بنقطة يعني كله عنده عمل معادة منتغشكر عندها عمل برضو بس ضعيف شوية المجموعة اف ستة تضم الجزائر المركز الاول باثناشر نقطة تأهلت بالسولوس رسميا الى كأس الامم الافريقية في كود ديفور اوغندا المركز الثاني اربع نقاط تنزاني المركز الثاني مكرر اربع نقاط النيجر مركز الرابع الاخير نقطة اوغندا وتنزانيا عندهم فرصة والنيجر فرصتها اقل شوية طبعا في اللحاق بالمركز الثاني لان الجزائر حجزت المركز الاول خلاص يعني حتى لو كسبوا يعني اربعة وستة عشرة مش هيوصلوا كمركز اول نجي المجموعة جي المجموعة السبعة تضم مالي المركز الاول تسع نقاط غنبي المركز الثاني ست نقاط الكنغ المركز الثالث ست نقاط وجنوب السدان المركز الرابع ثلاث نقاط بصوا مالي ايه بنسبة كبيرة هتحجز مكان ولكن يعني نتخلناش نسبة الاحداث لسه نشوف اللي هيحصل يعني المجموعة اتش التمنى تضم ساحل العاجل مركز الاول او كودفور عشر نقاط تأهلت رسميا الى هي اصلا متأهلة انها صحبة المكان بس تأهلت برضو من دور المجموعة خلاص زنبيا المركز الثاني تسع نقاط جزر الكمر المركز الثالث ثلاث نقاط والسوت المركز الرابع بنقطة زنبيا فرصوتها كبيرة جزر الكمر للأسف مع انها دولة عربية يعني فرصوتها ضعيفة والسوته فرصوتها ضعيفة جدا يعني بص لسوته ومش هتوصل así الاساسة جزر الكمر فرص extingخار ضعيفة او للأسف يعني صحل العاجل وذان بها هم لفرصتهم اكور سحل العاجل خلاص راتها حل تأهلت رسمي زان بها فرصوتها اكور صحل Herren اي ومجموعة التاسعة تضم الجابون المركز الثالث سبع نقاط جمهور رتل الى القضاء على مركز الثالث ثالث نقاط نتكلم عن المباراة يعني كلمة مع الموضوع ده بكرة السوداني المركز الثالث ستلث وموريتانيا المركز الرابع اربع نقاط. طبعا الارقام اللي عنده موريتانيا وجمهورية الكونغو ده بعد الفوز لو الكونغو فازت على موريتانيا. فهم اصدي? المجموعة جي العشرة تضم تونس للمركز الاول عشر نقاط. غينية الاستواءية المركز سين تسا نقاط. نفس الكلام لو قلنا على جزر الكمر هنقوله على ليبيا. تونس يعني هو خلاص تأهلت الى. كاس الان افريقية الفين اربعة عشرين في في كودفور. غينية الاستواءية فرصتها كبيرة. وليبيا فرصتها ضعيفة. بوتسوانا خلاص خرجت رسميا. غينية الاستواءية فرصتها كبيرة اكتر من ليبيا بكتير. يعني ليبيا لازم تكسب الموطشين اللي جايين اساسا. وغينية الاستواءية تخسرهم. يعني اخبالك. وليبيا تكسب فرق ستة. يعني موضوع مع الاسف صعب. المجموعة كالحداشر تضم المغرب المركز الاول ستة نقاط. جنوب افريقيا المركز الثاني. اربع نقاط ليبيا المركز الثلاث نقطة. وزيبابو المركز الرابع. والاخير بدون نقاط. كده المغرب لسه فضلها مبارتين. جنوب افريقيا فضلها مبارا ولايبريا فضلها مباراة. بصوا الايبريا حتى لو جزبة المباراة اللي فضلها لها مش هتوصل للمغرب. يعني المغرب كده كده متأهلة رسميا. جنوب افريقيا الاقرب انها تكون مع المغرب. فالمغرب تأهل طبعا الى الدور القادم دور مش فيش دور قادم اسف كأس الامم افريقيا في ساحل العجق او كودفور. المجموعة اللي المجموعة الاثناشر. السنغال المركز الاول اتناشر نقطة زي الجزائر كده فقت الجزائر نفس الحكاية. السنغال تأهلت رسميا بالسولوس كمركز اول كمان الى كأس الامم افريقيا في كودفور. مزنبيك المركز الثاني اربع نقاط. رواندا المركز الثالث نقطتين وبينين المركز الرابع والاخير بنقطة. اذا ستسنغال تأهلت الى الكأس الامم الأفريقيا. عندنا المغرب تأهلت الى كأس الامم الأفريقيا. تونس تأهلت الى كأس الامم الأفريقيا ومعاها اثناء الاست AUDIENCE. خلوناين واضحين. ساحل عجق او جوتفور تأهلت الى كأس الامم الأفريقيا ومعاها ظنبيا. الموضوع صعب يا جماعة. دعونا نبوقعيين يعني. يعني انه مالي بنسبة تمانين في المية. بس لكي نقول مية في المية. الجزائر تأهلت إلى كاسل أمم الأفريقية. ومن ثاني. مصر وغنية بنسبة تسعين في المية تأهل أمم الاتنين إلى كاسل أممم الأفريقية. وعندنا بص هو الكاميرون فضلها مطش بروندي فضلها مطشين بست نقاط. فبالتالي ممكن يكون عندها سبعة. لا لسا المجموعة دي متحسمتش. مين بقى? انا قلت لبروندي عندها مطشين. ايوه الكاميرنا عندها مطش. ماشي. هنا بروكي نفسه تأهلت إلى كاسل أمم الفركازة ما قلنا. وبس هما دول تأهلوا زي ما قلت لك على هم كده. خنا نتعرف على ترتيب لها الدفين. هو ناسف على الإطالة ولكن كنا بنقول مين اللي متأهلوا يعني. متصدر لها هدافين سادي وميني لاعب نادي بارن منيخ ونجم منتخب السنغال خمسة هداف. يتساوي معه فيكتور اسمين لاعب ناتي نابولي او نجم ياب نابولي اساسا متصدر لهدافين هناك اصلا في الدور الايطالي. ولاعب منتخب نيجيرا طبعا خمسة هداف ايضا المركز الثاني دانغو وطارا لعب بروكي نفسه اربع هداف والويس ليال لعب ساتون برينسيب والويس مافوتا لعب افريقيا الوسطى وجورجين والمركز لاعب نادي العربي الكتري لاعب تونس ايضا عنه ثلاث اهداف لايلي فوستر لاعب جنوب افريقيا وبيتر تشالول طبعا بيلعب ساندونس لاعب نابيا ثلاث اهداف وتيتو او كيلو لاعب جنوب السودان اشترك في القناة فعل زر الجرس عمله في الفيديو بعد الزرع الاطالة والتأخير كان معكم محمد نوردين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته